فشل البرلمان العراقي الجديد في مواصلة جلساته فارجاءها 11 يوما وسط عجز عن التوافق بشأن رئاستي البرلمان والجمهورية وتأليف الكتلة الكبرى فيما يحذر مراقبون من خطر تجاوز الدستور ما يضع البلاد في أزمات قانونية كبيرة واتفق قادة الكتل ورئيس السن على عدم جد وانعقاد الجلسات من دون اختيار هيئة الرئاسة في وقت قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهي ولايته حيدر العبادي نفسه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي بعد ثلاثة أيام من إقالته رئيسها فالح الفياض على خلفية سعيه للانضمام إلى تحالف برلماني ينافس التحالف الذي يقوده العبادي وزار القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها في إشارة علنية أولى إلى ترأس العبادي هيئة الحشد الشعبي التي شكلتها الحكومة العراقية عام 2014 بعد توجيه آية الله علي السستاني وهو أعلى مرجعية شعية في العراق دعوة إلى الجهاد ضد طظيم داعش